ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة واجواء مناسبة للرحلات في اغلب مناطق عطلة نهاية هذا الاسبوع والتفاصيل بعد هذا الفاصل مساء الخير يتوقع ان تتأثر المملكة بامتداد غير فعال وجاف لمنخفض البحر الاحمر بحيث ترتفع درجات الحرارة في عمو المناطق يومي الجمعة والسب لتصبح قريبة من معدلاتها المعتادة نسبة لمثل هذا الوقت من العام ويتوقع ان يكون التقس خريفيا لطيفا في اغلب المناطق نهارا ومعتدلا في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة ويشار الى ان الاجواء خلال عطلة نهاية هذا الاسبوع مناسبة للرحلات خلال ساعات النهار في كافة انحاء المملكة وندعو لاستغلال هذه الاجواء قبل دخول الاجواء الاكثر برودة خلال الاسابيع القادمة بمشيئة الله اما ليلا فيتوقع ان ترتفع درجات الحرارة الليلية بالمقارنة مع الليالي الماضية مع بقاء الاجواء باردة نسبيا في معظم المناطق نتمنى السلامة للجميع ونتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة اذا اردتم مزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقس العرب تمتم في امان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الاردن ليدرز سنتر يونيغارد للعزل المائي اعزل صح المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري